شارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في تدشين شرع مصر بالعاصمة الصربية بلجراد وخلال كلمته في الاحتفالية أكد رئيس مجلس النواب أن مصر وصربيا ارتبطتا عبر التاريخ بعلاقات صداقة قوية لم تقف عند إطارها الثنائي فقط بل امتدت إلى الإطار متعدد الأطراف بإسهام البلدين في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز والتي مثلت وقتها ملاذا آمنا من الاستقطاب الدولي وصوتا مسموعا بين شعوب العالم النامين كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية سربيا الصديقة رئيسا وحكومة وبرلمانا على تسمية أحد شوارع مدينة بلجراد العريقة باسم مصر تلك التسمية التي تعبر بحق عن طبيعة علاقات الصداقة التاريخية الرازقة التي تجمع بلدين الصديقين وتأتي لتتكامل مع قيام مصر بتسمية أحد أهم شوارع حي النزهة بمدينة القاهرة باسم الزعيم الراحل جوزيف تيتو ليعكس ذلك الأمر ما يربط الشعبين المصري والصربي من صداقة تاريخية امتدت على مدار عقود ذلك